للحديث أكثر ينظم إلينا من بغداد الخبير والأمنية الدكتور أحمد الشريفي مرحبا بك سيد أحمد بداية هل بدأت قواعد الاشتباك تتغير مع سقوط قتلى جراء القصف الأمريكي الذي استهدف في سوريا فصائل ومواقع تقول واشنطن أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني تفضل بسم الله الرحمن الرحيم المعطيات تشي إلى أن ما يجري في غزة مرتبط ارتباط من المباشر في سير الأحداث في كل من العراق والسوريا والتوقعات أنه في الساعات والأيام القادمة قد تحكم قبضتها إسرائيل على شمال غزة وإذا تم هذا الأمر فمعنى ذلك أنه هناك معادلة تأتي في إطار المناورة الإقليمية أي بمعنى أحكام القبض على شمال غزة سيدفع باتجاه الرد على مبدأ وحدة الساحات بين سوريا وبين العراق وفي تقدير هذه الضربات المتبادلة هي تمهد لتصعيد خطورة التصعيد تكمل في أن تنتقل عملية التجريد التي تقوم بها الولايات المتحدة في ضرب المراكز المتقدمة للتجمعات الأفراد أو مخازن الاعتداء إلى استهداف منظمة القيادة والصيدرة وإذا أدركنا حقيقة مؤدها أن القيادة للفصائل هي في العراق فمعنى ذلك أن الاستهداف سيكون استهداف فيه بعدين البعد العسكري والبعد السياسي لما تحمل هذه الفصائل من نسب مشاركة في العملية السياسية أو نوع من الدور السياسي الذي تلعبه في العراق فهذا طبعا سيؤثر بشكل مباشر على الحكومة لأنه سيكون مثل هكذا الصراعة لا تستطيع فيه الحكومة أن تتخذ دور أو تلعب دور الفصل بين النزاع سواء كان بين الفصائل أو بين الولايات المتحدة يعني غياب الدور الحكومي وغياب المؤسسات الضامنة لأمن الجبهة الداخلية والخارجية فنحن أمام استحقاقات كبيرة جدا والساعات والأيام القادمة إذا حسمت قضية أحكام القبضة على شمال غزة فمن غير المستبعد أن تنطلق عمليات ليس بعيدا عنها العراق وفي تقديره هناك إشارة أيضا اعتمدتها الولايات المتحدة هو في تحليق طائرة الرايدر 22 التي هي بالحقيقة قاسفة استراتيجية هذا التحليق الذي لم يعني يرى في سماء العالم لأنه هي بعيدة المدى وذات مديات بعيدة لا ترى هذه منذ 30 سنة فما هو المضرر لأظهارها من قبل الولايات المتحدة والمناورة بها اللي بتكون رسالة ضمنها إلى لبنان وأبعد من ذلك إلى إيران علبا للقاسفة نووية وقاسفة شبح وفيها تقنيات عالية جدا قادرة على أن تتخطى كل منظومات الدفاع الجوي الموجودة بما فيها حتى الباتريوت فإذن إحنا معادلة بالحقيقة هي لا تقتصر فقط على العراق على اعتبار أن ما يجري هو صراع إقليمي يخضع إلى مبدأ صراع المحاور نعم سيد أحمد أنت ذكرت أنه ربما تتوسع المواجهات بين الطرفين لكن هناك مسؤول أمريكي قال أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران وسط الصراع بين إسرائيل طبعا وحركة حماس وأن واشنطن لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة نعم هذا الأمر موجود كنواية ربما لكل الطرفين ولكن حتى في إيران لا يوجد وحدة موقف على مستوى الصراع الجاري أقليميا الدبلوماسية الإيرانية وزارة الخارجية الإيرانية لها خطاب ولها رؤى سياسية ولكن الحرس الثوري له رؤى وتوجهات كما هو الحال في العراق الفصائل ترى ما لا ترى الحكومة العراقية الحكومة العراقية وبعض الأجنة حام في اتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة يرى أنه من الخطأ استراتيجي أن يكون هناك اشتباكه مع الولايات المتحدة في حين طرف آخر يرى أن الاشتباك واجب ويجب أن يدام زخمة من أجل إخراج الأمريكان من المنطقة فإذا هذا الانقسام الحاصل على مستوى القرار السياسي والسياسة العليا للدولة في العراق هو أيضا موجود في إيران لذلك الرهان على النواية غير ممكن في هذه الفترة علم أن الولايات المتحدة تضع التهديئة قبل عدم الاستهداف سواء كان للمصالح أو للوجود الأمريكي فإذا حصل الاستهداف للمصالح أو للوجود الأمريكي سقطت قضية ضبط النفس بالنسبة للأمريكال والدليل للضربات التي حصلت لكن من المفرق الغريب أن هذه الضربات لم تحصل بطائرات الضربات الجوية للإسناد الجوي البعيد يعني بطائرات الاف سيكستيل وبطائرات المقاتلة ولكن كانت بهجوم لطائرات سبتية بالإسلاد الجوي القريب وعبارة عن هجوم يكاد يكون بري فمضى من أن تشمل هذه العمليات عمليات إزال جوي وتصبح المعركة معركة برية وجوية بإسلاد جوي قريب أي بمعنى أنه كما تفضلتم ستتغير قواعد الاشتباك ولربما تكون عملية الاقتحام البري والمسنودة بعمليات الزال جوي وقطاء جوي قريب المدير لكن هناك سيد أحمد من ذهب إلى أحطر بذلك قال أن دائرة الحرب لو كنت تسمعوني دائرة الحرب ستتوسع يعني أيضا في غزة لتشمل جبهات وبلدان أخرى إذن إلى أين يذهب الوضع؟ هو بالحقيقة الخشية أنه إذا حصل صراعا إقليميا سيمتد إلى الصراع الدولي نحن لا ننسى أن ما يجري في غزة هو جزء لا تجزء من حرب الطاقة ومعنى ذلك أن معادلة تصير روسيا وإيران ستكون قبال الولايات المتحدة وحلفائها بريطانيا وفرنسا وحتى ألمانيا وهذا الحضور بالحقيقة هو يدلل على أن استحضارات المعركة والجهوزية على مستوى القدرات التقنية أو القدرات التسليحية بل حتى على مستوى الوفرة العددية في المقاتلين في الميدان هي تفوق استحقاقات مرحلة غزة ومواجهة حماس وبالتالي هي إشارة ضمن إلى أن النزاع قد يبدأ نزاعا إقليميا ويمتد دوليا لكن الخطورة تكمن أنه هل سيكون النزاع نزاعا بريا فحاس أو سيتبدد باتجاه البحار والمحيطات وإذا دخلت معادلة مضيق هرمز لا نستبعد أن تدخل معادلة مضيق ملق ومعنى ذلك أن الهند والصين سيكون هناك نوع من التنافس لسيما أن معادلة طريق الحرير وخط التنمية العصري سيدخل المنطقة في حالة انقسام وحتى الإرادة الدولية على مستوى انقسام بين الهند وبين الصين التي تتنازع الثنائية القطبية ومع إصرار الولايات المتحدة على الحفاظ على أمنها القومي ومصاديق الأمن القومي الأمريكي ليست في أوكرانيا أوكرانيا أوراق ضغط مع الروس الأمن القومي الضامن للمصالح العليا للولايات المتحدة بشقيها أمن الطاقة وأمن البيترول في منطقة الشرق الأوسط لذلك ما جرى في غزة هو انطلاق بشرع الشرق الأوسط الجديد القائم على تأمين المصالح العليا للولايات المتحدة وحلفاها ابتداعا بأمن الطاقة وانتهاءا بأمن الحلفاء وفي مقدمتهم طبعا الإسرائيل نعم سيد أحمد وزير الخارجية أيضا أو وزير الدفاع أفوان الأمريكي أكد أن بايدن هو من أمر بشنة الجوية في سوريا لإصال رسالة ردع مباشرة كيف ستكون نتائج هذه الرسالة برأيك أحسنت في هذه الإشارة لأنه هو تصويب لبسار الحديث هذا يدل الضبلل على فشل زيارة وزير الخارجية الأمريكي لأن وزير الخارجية الأمريكي حضر ليضع محددات لمسار العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق عبر حكومة السوداني فحينما أخفقت حكومة السوداني في إيجاد هذه المحددات انتقل القرار من وزارة الخارجية الأمريكية إلى البيت الأبيض والبيت الأبيض بيده قرار الحرب والسلم وليس وزارة الخارجية أي بمعنى أن نحن على تصعيد بمنسوب أعلى ابتدأ بضربات محدودة وبعمليات يطلق عليها بالعمليات الخاصة وإمكانية تمددها للعراق يحتاج إلى قرار رئاسي على اعتبار أن رئيس الولايات المتحدة ينتخب بالاقتراع المباشر وهم نظام جمهوري رئاسي فقد يعلن الحرب حتى إقليميا على دول ولذلك اللي ربطت بين القاسفة النووية رايدر 22 في هذا التحليق هي وائن عدت ضمن استراتيجية الردع للصين ولكنها ليست بعيدة عن استحقاقات المرحلة فيما يتعلق بلبنان والتخندق في جنوب لبنان بالنسبة لحزب الله وهي الجبهة الأخطر الجبهة الشمالية بالنسبة لإسرائيل وكذلك إيران فاستراتيجية الردع لا نستبعد فيها عن تدخل فيها العمليات العسكرية المباشرة يعني كما ذكرت سيد أحمد عن آلية الردع وأيضا مسبقا تحدث بطاريات باتريوت ماذا عن نشر أمريكا لهذه البطاريات في الشرق الأوسط ماذا يراد منها حتى الآن لم تكشف عن مكان إرسالها بل أبعد من ذلك الولايات المتحدة نشرت الثاد وإسرائيل نشرت الأروسري الثاد والأروسري هي متقدمة عن الباتريوت الباتريوت يعالج الأهداف القصيرة والمتوسطة لكن الثاد وهو تواجه الأهداف صواريخ الباليستية أو الأهداف غلاف الجوي أو خارج الغلاف الجوي وهي منظومة باحثة الكلفة اشترتها الإمارات عام 2014 كانت كلفتها 3.5 مليار دولار لكن سيد أحمد حتى باتريوت قدراتها لم تقل عن الأنظمة التي ذكرتها الآن إذ تم تطويرها مؤخرا من قبل أمريكا أحسنتم ولذلك أكو تطور بالقدرات القتالية سواء كانت على مستوى منظمات الدفاع الجوي أو على مستوى الطائرات الهجومية القاصفة يعني إذا أخذنا طائرة الرايدر 21 التي هي قاصفة نووية شبح تطورت عن البي 1 والبي 2 صارت البي 21 هذه بالحقيقة البي 1 والبي 2 كانت جزءا التي تجزء من الحرب الباردة أي بالمعنى أحياء للقدرات القتالية للحرب الباردة السابقة بقدرات تقنية عالية جدا من غير المعقول أن طائرة كلفتها 700 مليون دولار وهي طائرة غير مأهولة طائرة تمثل قمة الذكاء الاصطناعي وهي بالمناسبة تمثل الثورة الرابعة في حياة البشرية يعني بعدها ثورة المعلوماتية هي ثورة النانو وثورة الذكاء الاصطناعي هذه الطائرة تمثل قمة الذكاء الاصطناعي وهي من طائرات السرية التي تعتبر جزءا من القوم الأمريكي ولكن حينما تحلق هذه فمعنى ذلك هو إحياء للحرب الباردة والتي ستوجه تلقائيا إلى الصين وروسيا من جهة وإلى أقليميا إلى إيران وفي إدارة المعركة ستكون ربما حاضرة بشكل تعبوي يعني تقوم بعمليات تحرية الأمر غير مستبعد إن تبددت تشضت العديد يعني زيادة على ما تحدثنا عليه مسبقا هناك خبراء قالوا أن الضربات الأمريكية علامة على تغيير قواعد اللعبة وهناك من يقول أن ضربات الطرفين الأمريكي وأيضا الفصائل ما تزال تحت سقف المعقول أو مسيطر الوضع مسيطر عليه تماما هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالحقيقة نعم كانت كذلك كانت عبارة عن تلاسل ناري أو عملية تبادل ضربات محيل الآن بدأت الوتيرة تتصاعد وبدأت الإسلوب أكثر انفعالا وينذر بالاشتباك في سببين الأول هو عجز الحكومة قدرتها عن إسكاة الفصائل ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة ترى أنها ستتلك حق الدفاع عن النفس وتذهب باتجاه المواجهة مع الفصائل دون الالتفات إلى الحكومة المسألة الثانية وهي الأهم أن عملية التجريدة التي قامت بها سابقا سيجري تطويرها عملية التجريدة التي تبدأ بضرب التجمعات البشرية ومخازن الأعتداء تنتهي بضرب منظومة القيادة والصيدرة فخلال هذه الفترة إن استمر التصعيد لا نستبعد أن تستهدف الولايات المتحدة منظومة القيادة والسيطرة للفصائل وأن ذلك سيصبح النزاع خارج عن السيطرة لا سيما في ضعف حكومي حتى على مستوى المؤسسات أي مؤسسة الآن قادرة سواء كانت الدفاعة والداخلية عن إسكات أي نزاع يحصل بين الفصائل أو بين الفصائل وبين الولايات المتحدة أعتقد صعب جدا أن يتحقق ذلك على الأرض أي بمعنى أن قدرة الحكومة على فرض إرادتها أمنيا وعسكريا مهزوزة أمام قدرة والسيطرة وهيمنة الفصائل على المشهد الأمني والعسكري في البلاد نعم الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي من بغداد شكرا جزيلا لك